أدت الأنشطة الثقافية المستمرة التي تم إطلاقها في أنحاء البلاد إلى إبقاء سوق السياحة الوطنية نشيطة وقد جذبت مهرجانات السياحة الريفية التي أقيمت في مقاطعتي جانسو وهوبي وأماكن أخرى عددا كبيرا من السكان المحليين والسياح لمشاهدتها وفي مدينة تشينجن بمقاطعة قويجو قام مواثلون يرتدون أسياء تماثل 18 أقلية إرقية بما في ذلك قومية مياو وقومية دون وقومية بوئي بتقديم أغاني ذات خصائص محلية مما قدم لزوار فرصة لمشاهدة جمال المدينة وتعرف على ثقافة الشعبية في المنطقة مشاعري جيدة جدا لقد تعرفت على العديد من الأقليات الإرقية هنا وهذا أمر مثير بنسبة لي ومن المتوقع أن يمثل هذا اليوم ويوم غد فترة رئيسية للسفر لمسافة قصيرة فعلى جميع الأماكن العمل على وقايا من الوباء وزيادة التطهير والاختبار في المواقع ذات المناظر الخلابة والسيطرة صارمة على الحد الأقصى لعدد الصياح اشتركوا في القناة